اخفق منتخب الشباب في الوصول الى مربع نهائي بطولة كاس العرب بعد الهزيمة من نظيره السعودي براكلات الترجح نجح شباب اليمن في جر اللقاء الى نهايته بفرض النتيجة السلبية امام المرشح الابرز لنيل لقب البطولة صاحب الارض والجمهور والانجازات القارية المتعددة تماسك اللاعبين طوال تسعين دقيقة والالتزام بالمحددات التي رسمها المدرب الكابتن محمد النفيغي انهت امال منتخب السعودية في احراز الاهداف وهو الذي كان الاقرب للتسجيل نظير هجومه المرتب والرتم السريع والمنظم المترجم لاعداد متطور تشهده الكرة السعودية الخطة الدفاعية المحكمة لشباب اليمن اغلقت اللقاء واغفلت صنع جمل فنية وتكتيكية اثناء المرتدات الخجولة اظهرت ايضا بطءا في التمرير واحتفاظا بالكرة علاوة على عدم الضغط المتواصل على حامل الكرة كل هذا حدث من اجل الوصول الى ركلات الترجيح وهو ما تم لكن الاستعداد لها لم يكن عند المستوى المطلوب فالفشل في تزديد الركلات كشف جانب ضعف في هذه التفصيلة خاصة والاتجاه كان يمضي نحو هذا المنحى مسبقا منتخب الشباب كان الاقدر بتحمل المسئولية الوطنية في الاداء المتقن الذي خط هو الروح الكبيرة التي ظهر بها في اسعاد الجماهير اليمنية الوفية والتي لم تترك المنتخب في جميع اللقاءات كعنصر اساسي في تحفز اللاعبين مشوار المنتخب في كاس العرب انتهى ومعه بدأت فترة جديدة من الاعداد استباقا للاستحقاقات القادمة ابرزها التصفيات الاسيوية الاهتمام والترتيب لمعسكر خارجي ومباريات ودية حقيقية مكافأة في اطار مسئولية اتحاد كرة القدم وتبقى المطالب الرئيسية في احداث نقلة نوعية بالمنتخبات الوطنية قائمة الى حين التنفيذ